إداية بشان الأمني حيث نجحت عناصر من فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية القضائية بأمني وهرم من تفكيك شبكة وطنية مختصة في التزوير واستعمال المزور للعملة الوطنية حيث تم استرجاع حوالي 900 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري وحجزت معدات عالية الجودة تستعمل في عمليات التزوير للأجانب وثائق ومحرارات رسمية وكشوف بنكية مع تقيف خمسة متورطين تم التحريض ضدهم إجراء قضائي وسيخالون بمجابه يمام العدالة تفاصيل هذه العملية في ميكروفون كلمة سواك الإقاع بشبكة وطنية منظمة تختص في التزوير واستعمال المزور للعملة الوطنية من فئة 2000 دينار جزائري هذه الشبكة الوطنية التي كانت بصدد إغراق السوق الوطني بهذه العملة الوطنية المزورة أين تم إقاع بالمتورط الأول في حالة تلبس وبحوزاته مبلغ مالي مزور يقدر بـ 20 مليون سنتيم دينار جزائري ترجمة نانسي قنقر